الجزء الثاني من سكشان النهارده عن تصميم بتاعنا بيصم على ايه? آآ مبدئين استخدامه ان هو مقاومة حاجة اسم بيربطت البعض وبيقاوم حاجة اسمها خدنا يعنيه واحنا نصمم وعارفين كميتها بكام هناخد كميتها مسلا بعشرة طن العشرة طن اللي بتتولد فين? بتتولد على بالمنظر ده. القوات بتتنقل على والسرينجر بريسنج بيوديها على القرص جردز في الاول وفي الاخر. آآ مطلوب من ساعتك ايه? مطلوب منك انك تصمم الاسترينجر بريسنج. ما كانها فين? زي ما قلنا كده ما بين الاسترينجر اللي فوق دي. آآ طبعا في المحاضرة الدكتور اتكلم باستفادة عن الجزء ده. احنا طبعا في السكشان نهارده مش هنشرح كل حاجة. احنا بس نركز على بعض التفاصيل. المحاضرة شرحت الموضوع ده باستفادة ومحتاج انك تراجع على المحاضرة من اول الاخرها عشان تركز في الجزء ده وتفهمه بالكامل. القطاعات مبدايا او اشكال البريسنج. لو عندي تو بنالز هيبقى عندي باكيتين بالمنزر ده فتعمل شكل البريسنج بالمنزر ده لشكل سبعة. لو عندك سري بنالز يعني انت مقسم البريسنج بتاعك على تلاتة بنال هتعمله بالشكل ده السبعة وتمانية بالمنزر ده. لو انت عندك اربعة اربع باكيات هتوزعه على انه شكله حرف دابيو. تعمل شكل بريسنج على اربع باكيات بالمنزر ده. ايه الفايصل في الموضوع ده? الفايصل في الموضوع ده زي ما تفنى قبل كده واحنا مندسم اللي ايه قوت? هو الزواية تلاتين الستين. انا هنا احتاج تعمل باكيتين بعدك احتاج تعمل تلاتة بعدك احتاج تاربعة على حسب المسافات وعلى حسب الزواية والكلام ده. فبالنسبة لنا آآ القوة اللي هي عشرة طن هحطها على الاربع احتمالات. تمام? يعني احط العشرة طن بتاعتي على الاربع اماكن دول. آآ واحسب آآ القوة اللي جاي علي. يعني القوة اللي جاي على الاضلاع بتاعتي. انا مطلوب مني نصمم البريسنج. البريسنج ده مكون من ايه? مكون من اضلاع واضلاع دياجونال. الاضلاع الزرقى اللي من الازرة ده ده السترينجر. ما نجدعه بيه. احنا بس نركز دلوقتي في السكشن النهاردة على تصميم الاضلاع المكونة للسرينجر بريسنج. لو حطت العشرة طن مثلا هنا في الباكيا دي. في نص الباكيا لو انا عندي هلاقي ان هو جايب لي راكشنين على خمسة وخمسة. طبعا الراكشنات دي راكشنات جانبية. يعني الاحمال اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي كلها احمال جانبية. في حالة السريبانال. لو انا مثلا حطت العشرة طن في اول باكيا. بالمنظر ده. هلاقي ان هي جايبت لي راكشن في الاول على ناحية الشمال ستة بوين ستة سبعة طن. وقال ناحية اليمين جايبها تلاتة بوين تلاتة تلاتة طن. طب لو كاتب اربعة بنال وحطت برضو لعشرة طن في اول باكيا. هلاقي ان هو جايب لي آآ راكشن سبعة ونص طن ناحية الشمال. واثنين ونص طن ناحية اليمين. زي ما اتفقنا فوق المكون منط العين. اما دهاجونة اما في حالة الاطلع انا بستخدم زاوية واحدة بس. اما زاوية بتبقى مية وعشرين في مية وعشرين في اتناشر. اما مية وعشرة في مية وعشرة في عشرة. اما مية في مية في عشرة. دي قطعات الدرجة اللي حنا بستخدمها غالبا. الزي ما بنحسبها ازاي? انا مبدايا بتعامل مع بتاعي ده لانه اتراس. اتراس في اول وفي اول خالص في كروز جدر تمام? في اوله كروز جدر وفي اخره كروز جدر. وبحسب اتزال. يعني ما اجحسب الديزاين فورس في الاطلع دي بحسبها بالاتزال. بتحليل الزاوية. مع اي زاوية في اتراس بقى ايه ماشية فيه كوة مقدارها مسلا عشرة بحللها في الاتجاهين. دي قطعات مسلا بيشيل كزا والفرتكال بيشيل كزا وهكزا. اه فلو مسلا انا جيت عند باكيتين وحللت القوة في اتجاه الضلع على اول باكية بالزبط. هلاقي ان الاف ادزاين بتساوي مقدار السالب خمسة على ايه ده? ايه ده يعني ايا دايما هتساوي السالب خمسة دي? دايما نتساوي الخمسة الرقم الخمسة ده? اقول لك اه في حالة الزاوية دايما نتساوي الخمسة. احنا حسبناها فوق احنا بنحسب الرأكشنات لو فاك. واحنا بنحسب الرأكشنات بنحط قوة العشر طن في اول باكية وبنحسب الراكشن على كورس جردر. طلع لنا في حالة الباكيتين بخمسة طن. تمام? فهو دايما بيساوي الخمسة في حالة الباكيتين. مقسوم على صين الزاوية اللي هو تحييل القوة. ان انا بحلل القوة اللي ماشى في كورس جردر دي في اتجاه الضلع الداجونال. بجبها كده بالعكس. بحلل القوة في اتجاه الضلع الداجونال بالاتزان. تمام? فلان اللفت زاين بتساوي سلب خمسة على طب هي دايما قوة سلبة? اقول لك اه هي دايما بنصم على السنية سلبة. لان زي ما انت عارف. احنا دايما بنختار الحالة الكريتكال. الكريتكال بالنسبة لي ايه? ان انا صممه على موجب خمسة ولا سلب خمسة? هو رقمين موجودين. الكريتكال بالنسبة لي انا صممه على السلب خمسة. لان دايما قطاعات بتطلع اكبر او تساوي قطاعات التنشا. فالكريتكال لنا من الاول خالص اصمم القطاع لان هو اشياء الكمبرشن. وفي الحقيقة الكمبرشن وتنشن اللي اتنين بيحصلوا. وانا برضو مش ضامن. هو القطاع الشوك ده هيجي في الاتجاه ده ولا تجاه المعاكس. ما ممكن يعكس. يعني انا فرط ان هو اه في اتجاه معاين. والاتجاه ده جاب لي ضغط. ممكن في حالة تانية يعكس. يجيب لي شد. انا مش ضامن حركة القطر. ماشي عمين ولا شمال. فقوة العشرة دي ممكن تيجي في اتجاه. وممكن تيجي في اتجاه تاني عكسي. فالكريتكال بالنسبالي ان انا افترض الحالة اللي جابتلي كوة ضغط. كوة سالبة. افترض الاتجاه بتاع العشرة طالد. اللي هيولدل في النهاية كوة سالبة عدل confiance. ده الكريتكال بالنسبالي. فعموما هنصمم على طول على اaksاً الفة الزين عندي سالبة وفي حالة الباكياتين هتبقى سالب خمسة على سين الزواية في حالة الثلاث باكيات هتبقى بتساوي سالب ستة بوينت ستة سبعة على سين الزواية في حالة الاربع باكيات هتساوي سالب سبعة ونص على سين الزواية طب والفيرتكل الفيرتكل ده بنصموه على السنوتي تشانل يألة ماتبقى twice او yet 180 اتزاين فورس مبدأين كده تضلع هشيل كومبو شعطا اللي هي العشرة طن على طول. تمام? هتشوف دلوقتي في الاتزان هتلاقي نوع على طول شعال قوة العشرة طن بالاتزان. آآ برضو موجابة ولا سالبة زي ما قلت لك. آآ ما انت ممكن تفرضها في اتجاه تجيب موجاب وتفرضها في اتجاه تاني تجيب سالب. تحكس الاتجاه تجيب سالب. فالكريتك اللي بالنسبة لإيه? كريتك اللي بالنسبة لإيه نافترض ان هي سالب. ده اللي هيجيب لي ايه? اكبر قطاع. آآ هيضاف معاك تاني حاجة اسمها المومنت. يعني الكوة اللي بتولد في الضلع هيبقى كمان مصحوبة بعزم. العزم ده جي من ايه? انا حتاك تاني نبص كده على شكل. المقطع ده. ده المقطع ده باين فيه شكل وفوق اللي هو الوحي الخشب ده. بيقول لك ايه? ان العشرة طن دي متولدة فين? العشرة طن دي متولدة في اول من فوق. يعني انا افترضت ان مكان العشرة طن دي في اول من فوق. طب هل بتاعك موجود في نفس مستوى العشرة طن? قال لك لا ده هو تحت شوية. يعني العشرة طن دي موجودة في اول من فوق. ولكن بتاعك اللي انت حطه موجود تحت شوية. موجود نزل تحت شوية. يعني فيه زحزحة لتحت. فعشان انقل القوة العشرة طن دي لسنتر لاين البريسنجي بتاعك هنقله بقوة وعزم. يعني هنقله ازاي? هقول ان المومنت بتاعت اللي هتتولد المومنت الاضافية نتيجة تنقل القوة دي بتساوي كيمة الفورس اللي هي العشرة طن مضروه في المسافة اي? يعني بتساوي عشرة طن مضروه فيه تجميع المسافات دي. اه الرأس ما نفسها مش عارف ازاكيات واضحة قدامكم او لا. اه ولكن تجميع المسافات دي بتساوي واحد من عشرة ارتفاع يعني واحد من عشرة ارتفاع بعد كده بوصل للزاوية الوان انجل اللي انت شايفها دي. تمام? الوان انجل دي دي بساوي اه اه ثمانية سانتي بعد كده فيه تحت الانجل سمكه واحد سانتي نجاصة بعد كده بنزل كمان مسافة مقدرها نص الدبس بتاع اليوب ان. يعني نص الدبس بتاع اليوب ان اللي هو بتاع الضلع اللي هو يا تمنتاشر يا عشرين. تمام? فانا حسبت المسافة ايه? اللي هو ايه? تجميع المسافات من اول فوق لحد سنتر لاين الضلع ازاي? اول حاجة واحد من عشرة ارتفاع بتاع الضلع بعد كده وصلت الحاجة اسمها الزاوية الوان انجل بتبقى ساندة كده فوق الضلع بتاعي او الضلع بتاعي. ودي بسبب بقى تمانية سانتي. استخدمت الزاوية تمانية سانتي. وفيه كمان تحتها جاسة مليت. سبك واحد سانتي. وبعد كده بتنزل بقى الايه? للفرتكال بتاعك. بتنزل عند بتاعه اللي هو ايه? نص ارتفاعه. يعني نص التمنتاشر اول عشرين على اساس انت انك مستخدم قطاع يوبئة ان عشرين او تمنتاشر. او مئة وتمانين يعني. مئة وتمانين ملي. اه تمام? هتجمع المسافات دي. تضربها في كمية العشرة طن. هيديك كده المومنت الاضافية بتاعتك ان انت تصم عليها الضلع بتاعك. ناخد كده مثال عليها. لو انا بس لمطلوب من اصمم الضلع الفرتكال دياجونال ده. فرا حطيت ايه? اه طلع معايا بعد الرسم وبعد ما حسرت المسافات والكلام ده طلع معايا تلات باكيات. التلات باكيات دول هحط فيهم زي ما قلت لكم العشرة طن في اول باكية كده بالبنزر ده. واحسبي الراكشينات. طلع اللي ايه ونحية اه losing. ستة ستة سبعة ونحية الثاني تلاتة. احسبي ايه الضلع دياجونال ثان. ايه الضلع دياجونال فى الاول ده. بالت زين ايه ز الترص. ان انا هحلل القوى اللي هي ستة بوين ستة سبعة ده فى اتجاه الدياجونال. تمام? اه مبدئيا بس انا لسه معرفش الاطوال بتاعتي فانا ايه? هاحسب اه الطول بتاع البكي الواحدة اللي هو اربعة واثنين من عشرة. اللي هو المسافة بين الكروس جدر و الكروس جدر التاني اللي هو المسافة ايه يعني هقسمها على ثلاثة النمعة ثلاث باكيات فيبقى طول الباكية الواحدة واحد اربعة من عشر متر هحسب الزاوية بقى بتاعة ميل الدلع داجونال ده شفتتان واحد على تمانية اللي هو الرأس على الافقي واحدة تمانية على واحدة اربعة هيدين اتن وخمسين بوينت واحد تلاتة دي الزاوية يا سيتا هحسب طول الدلع داجونال طول الدلع داجونال اللي هو جزر واحد وتمانية تربيع زائد واحد واربعة من عشر تربيع هيدين اتنين بوينت اتنين تمانية متر هحسب الدزاين فورس بقى دلوقتي خلاصا عرفت الزاوية وعرفت كل حاجة الدزاين فورس زي ما تفانى فوق معنا ثلاث باكيات يعني سالب ستة بوينت ستة سبعة مقسومة على سين الزاوية تمام ممكن تحسبها انت في الامتحان او تحفظ راقم ده على طول اه اللي هختلف معاك ايه هو الزاوية نفسها فالتعويض بيساوي سالب بوينت ستة سبعة مقسومة على سين اتنين وخمسسين بوينت واحد تلاتة هيديني السالب تمانية بوينت اربعة خمسة تن اه هنصر القطاع انا هنا مسلا افترطت القطاع بتاع مية وعشين في مية وعشين في اتناشر اخترطه انت ممكن تفتره باي حاجة تاني معاك تلات احتمالات ممكن تجيب اي قطاع من القطاع دي وتفرضه وتشارك عليه اه هتخش جدول القطاعات هتجيب خصص القطاع ده هتجيب الارية هتجيب الار في بقاك هتبدأ تشارك على القطاع بتاعك اول حاجة تشارك على زي ما كنا بتصمق اضلع التراص بقى قبل كده تحسب اللامضة ماكسموم اللامضة ماكسموم بتساوي الايه بتساوي طول الضلع على الار في طول الضلع انا حسبته فوق اللي هو امتين تمانية وعشرين سنتي مقسوم على الار في اللي هي اتنين بوينت تلاتة خمسة اتنين بوينت تلاتة خمسة هيديني في الاخر ان اللامضة ماكسموم بتساوي سبعة وتسعين في الحالة دي بقارنها برقمين اكبر اه بقارنها برقم اللي هو اقل من اه مية واربعين اقل مية واربعين الاول اللي انا شرك عليها في تكون تمام خلاص اقل من مية واربعين تمام سيف اتنين على الخطوة اللي بعد كده اللامضة ماكسموم هنا بتتقارن برقمين اكبر من مية اقل من مية يعني رقم بتاع اللي هو المية ده الفاصل انا هشتغل بانهي طريقة انهي معادلة لاستخدمها لو انا اقل من مية في معادلة لو انا اكبر من مية في معادلة تانية طبعا معادتين مواطة في الامتحان يعني معادتين بتوقع كنت تستخدمهم موجودين معك في الامتحان ومياطة لو انا اقل من مية هستغدم القنون بتاع الواحد والسطة من عشر ده اللي هو الل الاول بيساوي واحد والسطة من عشر نقص علامة صفر 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 تمانية خمسة مضروف فيه لامضة ماكسموم Отربية كل ده في النهاية مضروف فيه خمسة والتوامين där معهم الأمان مضروف فيه ستة من عشر معهمل تخفيض تمام يبقى اللي بالبتاع اللي هو واحد والسطة من عشر نقص علامة اربعة صفار تمانية خمسة في قيمة اللامضة ماكسما تربية. مضروب في معامل امان خمسة وتعاملين مية. مضروب في معامل تخفيض ستة من عشر. تمام? الكلام الستة من عشر هو الكلام ده فاكرينه طبعا من سنة تلتة. في حالة الزاوية الواحدة بنخفض بمقدار اربعين في المية. والخمسة وتعاملين مية اللي هو معامل التخفيض العادي. آآ في النهاية يطلع الالو بالبتاع بيساوي واحدة اربعين مية طن على سنتيمتر المربع. المعدة دي وكل الكلام ده هنعمله تاني واحنا بنصمم آآ بقية القطاعات. يعني هنستخدم القوانين دي التاني بعد كده ما تقلقوش. آآ ولكن مبدايا احنا عارفين بس ايه? ان احنا معنا قانونين. واحد في حالة اللمضة بتاعتي اقل من مية وواحد تاني في حالة اللمضة بتاعتي اكبر من مية. يعني معايا كده رقمين. اكبر من مية اقل من مية. بعد كده ناخد الكلام ده باستفادة يعني. آآ يبقى انا كده تحسبت ايه? الف الول بتاعت طلعت بواحد واربعين من مية طن على سنتيمتر المربع. هو كان بكم? لكن بتساوي الف 있다고 بتاعتها على الاريا. aut ستديني تسعة وتلاتين من مية طن على السنتيمتر. هاقرناها بايه؟ هاقرنا fu اللوب اللي فوق اللي هو ايه اللوب اللي هو بوينت اربعة واحد طنع على سنة متر مربع. هلاقي ان هي اقل منه اذا القطاع الدياجونال بتاعي ده سيف. تمام? ويبقى انا كده الصمامة تضلع الدياجونال. والخطوات طبعا هتلاحظوا ان هي سيستماتيك يعني ماشيين ترتيب واحد. الضلع نفس برضو الخطوات اه في القطاع يبقى ان مثلا متين وعشرين. فرط قطاع كبير شوية هنا. احتاجت ان انا هتكبر عن القطاعات اللي انا استخدمت لنا فرطة فوق. اه حسبت الاف ديزاين بتساوي سالب عشرة طن. المومنت بتاعتي بتساوي عشرة في الاي. اه يعني بتساوي عشرة في تجميعة الاطوال. واحد من عشرة في ديبس القطاع كله. الواحد من عشرة فاربعين. زائد تمانية زائد واحد. زائد تمانية اللي هي بتاعت الزاوية زائد واحد بتاعت الجسد بليت. هضيف عليهم نص الدبس بتاع الضلع الفيرتكل. اللي هو نص في اتنين وعشرين. هقفل القطاعي هلاقي في النهاية ان المومنت اللي تولد عندي متين واربعين طنفل سنتي. نكمل ببقى مسئلتنا تاني اللمضة متزل في اللزاول اللامضة بتساوي على على geil على الر منهم. يعني ل اللي هي مئة وتمانين على الر منه في الحاله دي اللي هي ال الي هي اتنين بوينت تلاتة جبت الاتنين بوينت تلاتة دي منين؟ من جدول القطاعات. هطلع في النهاية ان اللمضة متزل بتساوي تمانية وسبعين بوينت اتنين سette. اقرر انا هي تكون اقل من. مئة واربعين. تمام? هي اقل بالمئة واربعين هي بقى تمامية مزبوط. ارجع بقى اقرنها بالمية عشان اعرف انها استخدم انهي معادلة او انهي رقم. اه طلعت في النهاية اقل من مية برضو. يبقى انا هستخدم برضو المعادلة الاولية اشتعل على الرقم الاولاني. اللي هو كان بتاع الواحد والسيطة من عشرة. اه فالف الاول بتاعتي بتساوي واحد والسيطة من عشرة. ناقص اه علامة صفر 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 تمانية خمسة مضروف فيه. اه اللمضة تربيع. تمام? هطلع لي بكام? هطلع لي بواحد صفر تمانية اه طن على سنتيمتر مربع. هاقرنوا باي? هاقرنوا بالاكشوال. اللي في اكشوال بتساوي كام? بتساوي الفورس على الاريا. الفورس اللي عندي اللي هي عشرة مقصومة على الاريا اللي هي سبعة وتلاتين بوينت اربعة. بتساوي. اه بوينت اتنين ستة سبعة طن على السنتيمتر مربع. الف بي Harlem B بتساوي اه الفB دي اللي ريناتجه ناتيجة ايه? انا دلوقتي شعيكت دلوقتي على الفورس اللي جاية ناتيجة بس الكطوع بتاعي مش معرض لكمبريشن بس الكطوع بتاعي الكمبريشن بس. الكطوع بتاعي معرض كمان لمومنت. يبقى ان هضيف كمان اللي تشك بتاع المومنت على الشيك الاساسي اللي كنت بعمله. آه اللي تشك بتاع المومنت يبقوللك ايه? ان الف اكشوال بتاعتك بتساوي الـMX على SX. المومنت اللي هي 금 robot 1040 مقصوم على SX اللي هي 2045. برضو جبتها من جدو القطاعات. آآ هلاقه بيساوي 98 من 100 طن على cuk1 مب höض. طيب الت its onto vale 2 MARSON. طيب البتاع بيساوي ايه? قال لك التنسخدمة 10 SHR يا مPMSE. اي seria كان الاخشغل البتاع في المومنت اللي هو تمنية وخمسين مية اففيلد. يا ثمانية وخمسين مية في اتنين وتمانية؟ هاديո ازة واحد واثمان عشرة. هاقارن rotor الف بي لازم تكون اقل من تمنية وخمسين مية اففيلد. اا بعد ما تأكدت ان teachme le-compuration اقل من الالاوبل وللف في اقل من الالاوبل برضو في حلط المومنت في معادلة كمان هاتزيت معك اللي هي معادلة combination اللي هو مجموحهم الاثنين مع بعض. هل مجموحهم الاثنين مع بعض safe ولا unsafe. اه معادلة بتيجي بدلات حاجة اسمها على ال FWB يعني بقسم الاكشوال فورس بتاع على الالاوبل بتاع الكمبريشن تمام بقسم الاكشوال بتاع الكمبريشن على الالاوبل الكمبريشن واخدين بالكم بشوف الرقم ده يطلع لكام فالاكشوال بتاع الكمبريشن اللي هو بوينت اتنين ستة سبعة مقسوم على واحدة تمانية من مية اللي هو الاكشوال على الاول هلايه اه اداني اتنين اه علامة اتنين اربعة سبعة هقرنه بخمساشر من مية تمام? وبدلالة الرقم ده بحسب حاجة اسمها اي واحد اه الاي واحد دي بتساوي ايه? بتساوي سي ام ماكسوم على واحد نقص ال F اكشوال على ال F اكس بحس ان ال F اكس دي بتساوي سبعة الاف وخمسمية على F اكشوال على لمضة اكس كل تربية. مش هحفظ الرقم ده ومش هحفظ المعادلة دي كل الكلام ده هيبقى معطى معاه في الانتحان. تمام? لنقلك كل المعادات دي تبقى معطى معاه في الانتحان. اه لو كان ال F اكشوال على ال F W اقل من ال 15 بمية نستخدم من معادلة تانية. تمام? اه طبعا الكلام ده كله تزغر في المحاضرة والتعوضات دي كلها تزقلت في المحاضرة والي واحد بتساوي كام هنا والي واحد بتساوي كام هنا. فمش هنحتاج ايه? نتكلم في الموضوع ده. نرجع المحاضرة ما راجحها كويس. اه الحالة اللي معنا اللي هي كانت ال F اكشوال على ال F W بي بتساوي اه اaneously dużo المحاضرة اربعة وعشرين محاضرة يعني اكبر من 100 فحسبت ال E واحد من القانون ده。 يبقى هنا ال E واحد بتساوي ال C م إكس اللي هي framيني وخمسة وت templ Ladon محاضرة ما راجحها مقصوم على. وحد نقص ال F اكشوال بتاعك بتاعك المبريشن اللي هو علامة اثنين ستة سبعة مقصوم على. 7500 على. ال F اكشوال اللي هي 7500 على اللامضة ماكسوم اللي هي مية وتمانين على تمانية بوينت ا believers. او على طول ممكن تعوض بقيمة لامدا ماكسا ممكن تحسابها برا يعني وتعوض برقم واحد. كل ده تربيع. ايه في الليكوز ده كله. في النهاية يطلع لك الرقم بيساوي علامة تمانية ستة. تمام? يبقى لي واحد بتاعتك هتساوي علامة تمانية ستة. تغوش تاني على المعادلة بتاعت بتاعت زائد المومنت. المعادلة بتاعت 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 زائد الف بتاعت المومنت على اللابل بتاعت المومنت. مضروب في حاجة اسمها ايه واحد. تمام? لازم الرقمين دول لازم مجموع الرقمين دول يكون اقل من او يساوي خمسة عمين من مين. تمام? اه انا كده حسبت الف اكشوال على الف بي اللي هو الاكشوال بتاع كومبريشن على اللابل كومبريشن طلع بعلامة اتنين ستة سبعة كوتا حسبها فوق. هضيف عليه اللي هو الاكشوال بتاع البندنج على اللابل البندنج. اكشوال اللي هو تمانية وتسعية مية. على اللابل البندنج اللي هو واحد سنتمان عشر. كل ده هضرابه في الي واحد اللي هو بوينت تمانية ستة. تمام? هيساوي في النهاية كام? هيساوي بوينت سبعة تسعة. تمام? اقل من او يساوي خمسة وتوانية مية. تمام? يبقى القطاع بتاعي سيف. اه وعشان كده انا كنت في الاول فرض قطاع كبير عشان يسايف معا في النهاية. تمام? عشان كده استخدمت قطاع غير القطاعات اللي انتم ايه? عارفينها فوق. آآ كده اتأكد ان القطاع بتاعي سيف في الكمبريشن وبعد كده اتأكدت النموة سيف في المومنت. وفي النهاية عملت معادة اللي هي بتاعت المومنت زائد النورمل. وتأكدت النموة اللي تين سيف. تمام? والمعادات دي مكملة معانا في المهنجة. يعني استخدمها تاني بعد كده. يبقى انا كده صممت قطاع وده اجنون. وكده لما الدكتور مسلا طلب منك انك ترسم الاشكال دي. تمام? طبعا الدكتور رسمها في المحاضرة ووضح لكم تفاصيل دي كلها. بس انا اضفت معانا هنا رسمة سري دي. عشان امتخلين شوية الشكل. الشكل مسلا اضلع بالفرتكال هو بقابل بالشكل ده. شكل الزاوية الانجلي هي تمانين في تمانية. تمانين في تمانين في عشرة. وشكل الجسد بليتل هو سمك واحد سنتي. وكمان بيضيف عليه اللي هو في زاوية كمان جانبية اللي هي مية وخمسين دي. او في الحالة تانية ممكن كمان اضيف معاك اه ضلع يبقى الوصلة بتاعتك كده بحبارها عن ضلع مع ضلع دياجونل. هيبقى التقاهم بالشكل ده. ودي شكل مسلا وصلة المبدئية اللي هو عند الاركان. اللي هو التقاءة ضلع في منطقة الركن. تمام? في منطقة الركن عند الالتقاء بتاع السرينجر مع كورس جردر. تمام? دي منطقة الركن الالتقاءة دياجونل في منطقة الاركان. طبعا دكتور الكلام عالكلام ده فانا مش مش اطول فيه يعني. تمام? ممكن بس الدكتور تلوب منك وترسمه شكل التفصيلة بتاعت الكونيكشن دي. فانت هتضيف معاك مسلا ايه رسمة البلان بتاعت الوصلة تمام? يبقى لو دكتور طلب منك انك تضيف كمان الرسم يبقى ترسم رسمة بالمنزر ده كده. موضح فيه مسلا شكل الضلع بتاعك الدياجونل والفرتكال والكلام ده والتقاءه بالوب بتاع السترينجر. مغالا عناصر بتاعتك بقى الزوايا والجاصد بليت والكلام ده. تمام? مرة مسلا في حالة ان كان فيه مسلا ضلع بس مرة هنا تحت بديك رسمة ضلع مع ضلعين دياجونل وكذا على حسب بقى الحالة انت فيه. تمام? بالشكل ده كده. اه في النهاية دي رسمة مجمعة. جمعنا فيها كل الاشكال بتاعتنا. عملنا مسلا بريسنج بالشكل ده شكل لحرف السبعة. اه رسمنا البلان والإليفيجن والساد فيو كل الكلام اللي كان مطلوب. في الامتحانة انت بس مطلوب منك ترسم شكل البلان يعني مطلوب منك بس لو دخول دروينج ارسم له بس شكل البلان. الا لو طلب لك صراحة من كلها قال لك مسلا ارسم ايه? تلات مساقط بتاعها. ارسم شكل بريسنج او بالتلات مساقط. تمام? لكن الديفولت بتاعنا ان هو ايه? لو طلب مني دروينج عادي هرسم له بس شكل بالمنظر ده اخد الوصلة بتاعدي المربع بتاعها كده وارسمه. اه طبعا احنا طريبا نقولنا كل حاجة كده عن الاسرنگ ار بريسنگ.